بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في ستوديو الأبطال الحقيقة حاكمنا مفروض النواردة طريقاً بحضراتكم عشانين الأحداث نهائي كرة السلة سيدات دوري المرتبط ما بين نادي الأهلي ونادي سبورتينج ولكن حصل بعض الأمور الدنيا تغيارت المواتش هي تأجل لبكرة بس احنا هنحكي لكم باختصار ايه اللي حصل بالزبط وأدى إلى تأجيل المباراة لبكرة بس في البداية بحب أرحب بضيوفي الكابتن محمد سلعاوي طبعاً أحد نجوم كرة السلة في مصر وأحد رموزها مش نجومها كمان ده أحد رموزها وهدف دورة الألعاب الأولمبية بلوس أجلوس ألف تسوى مائة تونية واربعين أهلاً بك يا كابتن عيسي منورنا الله خلي جاب برحب بكابتن عليا محمود أحد نجوم النادي الأهلي وعايز أقول لحضراتكم أنه يعني كانت من ضمن أول يعني من أوائل السيدات في النادي الأهلي أو في مصر يطلعوا يلعبوا في دوري الجماعات الأمريكية وهي مدربة في نشآت تحت 18 سنة وأيضاً مدرب عام للمنتخب الكبير طبعاً منتخب مصر للسيدات أهلاً بك يا كابتن علي أهلاً بحضراتكم تماماً أنا قلت كله صحيح عزيز المشاهدين طبعاً الأمبيات أنا قلت أربعة وطمئين أولمبيات لوس أنجلوس سنة 1904 طيب هروح لبيان اللجنة أولمبيات النهاردة الصبح قمنا كلنا من النوم احنا بنجهز دنيتنا والأمور عشان ماتش النهاردة طبعاً طلع بيان من اللجنة أولمبيات المصرية خليني أرى لحضراتكم بيان اللجنة أولمبيات المصرية بالإشارة لارتفاع معدلات الإصابة في فيروس كورونا بناء على التقارير المعلنة من وزارة الصحة المصرية في الأونة الأخيرة وبالإشارة إلى قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والأفراح وسرادة كالعداء في اللقاعات المغلقة وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب الرياضة المنظمة لاستئنافة النشاط الرياضي في ظل جائحة كوفيد 19 فإن اللجنة الأولمبية المصرية قرارت ألأتي واحد تعليق إقامة جميع المباريات التي تقام بالصلاة المغلقة اعتباراً من تاريخه لو تاريخه كان يوم 26.12 ويسمح بإقامة البطولات في حالة قيام الاتحاد المسؤول عن اللعبة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكابسولة المغلقة التي تنص على وضع جميع الفرق المشاركة في البطولة في فندق واحد طول فتة البطولة وعمل المسحات اللازمة لهم جميعاً بشكل دوري للحد من انتشار الفيروس وذلك تحت إشراف ومتابعات رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد والتقرير رسمي معتمد من سيادته ومن رئيس الاتحاد اتنين لا تقام البطولة إلا بعد اعتماد الإجراءات الاحترازية من اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية باللجنة الالومبية المصرية وتحديد مكان إقامة البطولة ومكان إقامة اللاعبين ووسائل الانتقال من وإلى مكان الإقامة ومكان المنافسة يلتزم الاتحاد بتسليم نتائج المسحات لجميع المشاركين في الحدث من لعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام إلى آخره على أن يتم عمل المسحات من خلال جهات معتمدة ولا يسمح بدخول أي فرد إلى مكان المنافسات بدون نتيجة المسحات تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية تلاتة تعليق إقامة أي تجمعات للمنتخبات الرياضية أو المعسكرات إلا في حالة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واستخدام نظام الكابسولة المغلقة لللاعبين المقيمين بالمعسكر أو التجمع مع الحفاظ على نظام المسحات الدورية تحدد دورية المسحات بوسطة اللجنة الطبية بالاتحاد واللجنة الطبية لللجنة الامبية واللجنة الامبية المصرية واللجنة الطبية بها ترجو من جميع الاتحادات والفرق الرياضية التي تزام بالتعليمات حرصا مننا على سلامة الجميع أبناء أنا من الرياضيين وحتى انتهاء هذه الجاة الحقيقة احنا صحينا من نوم الصبح لقينا هذا البيان هو صادر من يوم 26 طبعا فإيه حصل كل الاتحادات تم طبعا استقبالت هذا البيان بدأت تدرسه بدأت تشوف تقدر تعمل إيه خدنا وقت طبعا اتصالات احنا بنسبنا قناة الآدية اللي همنا هو إذاعة المباراة لحضراتكم خدنا وقت طبعا قبل ما نفع يعني نعرف قرار الاتحاد إيه طبعا أو المسؤولين عن تنظيم المبراهب قرارهم إيه في الأثناء دي طلع بيان من اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة خلينا برضو نقول لحضراتكم سريعا بيان رئيس اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة تطبيق نظام الأكواد المعتمد من قبل اللجنة الطبية ولجنة الأزمات بالنسبة لجميع الرياضات في الصلاة المغطى أو المغلقة في ضوء ما تلقته وزارة الشباب والرياضة من استفسارات حول موقف البطولات المقامة داخل الصلاة المغلقة أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بوزارة شباب الرياضة أنه لا إلغاء للمسابقات المقامة على الصلاة المغلقة وأن الإجراءات الاحترازية المؤلنة من قبل طبية اللجنة الانبية جاء بالتنصيق مع الوزارة وضمن سلسلة التعليمات الهدفة الموجهة لكافة الهيئة الرياضية للوصول إلى أقصى درجات الوقاية والأمان في الملعب وعليه يتم واحد الالتزام بالقرارات الصادرة عن لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا اتنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المتضمنة من نظام الأكواد المعتمد من قبل اللجنة الطبية العليا بالوزارة الخاصة بإقامة مختلف الأنشطة والبطولات تلاتة اتاحة إقامة البطولات والمنافسات الرياضية وخاصة الدولية منها بالصلاة المغلقة آخذا بعين الاعتبار ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاهتداء بالنظام الطبي والإجراءات الطبية والإجراءات والضوابط الاحترازية والتي تم الاتفاق على العمل وفقا لها ببطولة العالم لكل تريد والمقرر إقامتها في مصر يناير 2020 أربعة ضرورة الالتزام جميع الهيئات الرياضية بتطبيق نظام صارم لعمل مسحات اللازمة لجميع المشاركين من لعبين وإداريين وفنيين وجميع عضاء المنظومة المشاركة ضمن فعالات أي بطولة رياضية تقام على الصلاة المغلقة ضرورة اخر نقطة ضرورة اعتماد الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولات من اللجنة الطبية لأولياء برئاسة دكتور محمد سلطان بالتنصيق مع اللجانة الطبية بالاتحدات الرياضية المصرية واللجنة الأولمبية وذلك في دوق الأكوادا الصحية والدلائل الاسترشادية لوزارة الشباب والرياضة الحقيقي هذا كان بيان وزارة شباب والرياضة والتأكيد على أقامة المباريات ولكن مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بعد فترة هذا البيان أو بعد فترة بسيطة بدأت الاتحادات اللي عندها أنشطة زي اتحاد الطائرة زي اتحاد السلة بدأت تطلع بيانات كان أولهم بيان اتحاد الكرة الطائرة اتحاد الكرة الطائرة قال ايه في بيانه؟ قال بناء على خطاب اللجنة الأولمبية المصرية والخاصة بتعليق إقامة جميع البطولات بسبب انتشار فيروس كورونا وأضاف طبعا القرار واضح أن اتحاد الكرة اليد علق كل الأنشطة حتى في الصالة أو برصالة وأضاف قرر الاتحاد إرجاء جميع بطولاته لجميع مستوياتها داخل الصلاة أو خارجها للموسم الرياضي 2021 اعتبار من يوم الأحد 27 ديسمبر حتى 16 يناير ويعاد تقييم الموقف بعد ذلك التاريخ واتم البيان الاتحاد المصري للكرة الطائرة يتمنى للجميع السلامة ويهيب بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية بين الجميع اتحاد الطائرة قال لك أنا يعني خلاص هوقف كل حاجة ويعني هشوف هقيم بعد يوم 16 يناير هو أثر كده اتحاد السلة الحقيقة طلع بيان لأن اتحاد السلة عنده منافسات وشغالة اليومين دول كان عندنا النهاردة المباراة اللي كنا نقلها لحضراتكم اتحاد السلة بعد اتحاد الكرة الطائرة بساعة واثنين طلع البيان الآتي بيان السلة قال بناء على الخطاب الورد من لجنة المباراة المصري يوم 26-12 والخاصة بمواجهات انتشار فيروس كورونا بدرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية المتضمنة للأكواد المعتمدة من لجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة بإقامة مختلف الأنشطة والبطولات وخاصة المقامة على صالات مغطاة فقد قرر مجلس ادارة الاتحاد ما يليه عمل مسحات لجميع الفرق المشاركة في نهايه نهاييات بطولة الدوري العام ممتاز ألف والمرتبط رجال وسيدات والمقامة على صالة نادي القناة خلال الفترة من 26 إلى 30-12 هي بإيضا هيعمل في طولة الدوري العام الممتاز ألف مسحات وهيعمل أيضا في بقيت الدوري المرتبط اللي احنا فيه دلوقتي تأجيل مباراة بطولة الدوري العام الممتاز والمرتبط ألف سيدات والمقامة اليوم النهاردة اللي هتلاقي كتتلاقي بنهاردة يوم ستة وعشرين اتناشر تأجدت إلى يوم الأحد اللي هو غدا يوم سبعة وعشرين اتناشر لفرق السيدات فقط استكمال باقي المباريات تبقى للجدول المؤلن والقول لحضراتكم ايه الجدول المؤلن تمام آخر حاجة فتح باب التصعيد من مرحلة تمنتاشر سنة وعشرين سنة لإيه إلى الدرجة الأولى دون الاشتراطات إلى العدد وبدون الالتزام بمرحلة واحدة فقط استثنائي ليه قرار ده استثنائي عشان عدد الإصابات بكورونا كان زمن بيبقى فيه اتنين لعيبة بس بتصعدوا دلوقتي أنا ممكن يبقى عندي ست لعيبة مصابين بكورونا ولعب زمن التحدي السلة طلعت في قرار سابق ست لعيبة من أسر 14 هيبقى عندك بس تمام اللاعبين فكان فيه مشكلة أنه لازم تصعد الناشئين لازم أروح لضيوفي حقيقة ولازم نعرف رأيهم في هذه القرارات وطبعا الأمور دي وبناء عليه تم تأجيل طبعا المطش البكرة كابتن سلعوي يعني طبعا احنا قرأنا على سادة ومشاهدين البيانات تعليق حضرتك عن البيانات أول حاجة أنا شايف أن قرر سواء من اللجنة النبيئة أو الوزارة أو تحدي البسكت كله بيصب في مصلحة أولادنا كله بيصب في مصلحة المصلحة العامة لأولاد وصحتهم مع اتغاز جفة الإجراءات الاحترازية المكلف بيها للتحدي يعني شد نظري برضو أننا هنا أن النادي الأهلي السابق أنه قال إحنا لازم نعمل مساحات وبدأ يعمل مساحات ده للصالح العام وده حاجة مشروعة لكن عجبني جدا جباني تحت السلة كان أكثر فاعلية وجدية أنه هو عمل مساحات وصمم على تكملة البطولة بتاعته ما لغاش ما أجلش وقال أنه هعمل مساحات للفريق الولاد والناشئين والبنات والناشئات برضو وهكمل المسابقتي وإن شاء الله يتعاملهم مساحات النهاردة وبكرة يلعبوا عادي وإن شاء الله يطلعوا السلام وإحنا لازم نتبع في الوقت ده بالذات نتبع الإجراءات سواء اللجنة من اللي هي أنا طبعا أعتقد أن وزار الشباب هي طبعا يممثل عن الدولة المصرية وما تراه هو سياسة دولة مصرية فأعتقد أن ده يصب في صالح واللجنة أكيد كابتن علي رأي حضرتك عن هذا الكلام ويمكن زمال كابتن سلعوي سلامة اللاعبين هي الأساس أسمع تعليق حضرتك لا هو طبعا قرار طبعا في مصلحة الناس كلها بصرف النظر عن المسابقات أو المنافسة ما بين الناس هو لازم كل الناس فعلا نتطامن على سلامتها الأول فطبعا وإحنا كنادي أهلي فعلا زي ما حيك قلتك ونا من الأول خلص بنتكلم في النقطة دي فإن إحنا عايزين الناس كلها تكون عاملة مساحات عشان نبدأ في المسابقة نفسها صحيح طبعا بتهيلي يعني كمان يا كابتن خلينا نقول أنه أنا سمعت امتحاد السلة هيعمل المساحات على نفقة الاتحاد بزبط بحد أقصى عدد معينة أنت حديك معلومة عن هذا هو طبعا الاتحاد البوسكت يشكر جدا طبعا الموضوع ده أنه هما قرروا في ظل خلال ساعة بعد لما البيانات دي كلها طلعت من اللجنة الأولمبية والكلام ده هما يعني لغاية دلوقتي هايفسون هما هيعملوا بحد أخصى 18 18 مسحة لو زاد عن كده بتبعنا نفقة النادي بتهيق دي لللاعبات وطبعا والجهاز الفني هو أنت مش محتاج بالزبط كده معاكدين هنا كل من هو في المنظومة وأكيد الحكام كمان اللي هيحكمه المباراة كله كله طبعا أكيد بالحكام بالدعم الحكام أنهم هيمشوا على نظام البابل اللي هو معمول في كل حتة واللي كان هيمشي مفروض عليه نظام كاس العالم هنبول إن شاء الله العشرين واحد وعشرين زي ما حيك قلت فده بالنسبة لي ده حاجة لسلامة الناس وخلاص بقى اللعيبة تلعب ومش في دماغها أي حاجة لأنه العامل اللي فاتت كان فيه مشاكل كتير وخلينا نقول يا كابتن أنه بعد المساحات دي هيبقى الاحتماليات العدوة هتقل لأنه أنت هتاخد المصاب أو عنده عدوة تبعده بتعزله فأنت كده بتسيطر حتى على انتشار الفيروس جوه مجتمع كرة السلم طيب عند حديك أخبار يا كابتن هل بيتم هيتم تعقيم غورة في الملافذ هل هيتم تعقيم القوار زي ما شفنا في بطولة أفريقيا اللي حصلت هنا كانت ناشئين وناشئات والتصفيات الأفريقية برضو للكبار هل هيحصل ده كمان في المقرأة دي ولا لا تيالي أكيد أصلا هو ما هو يعني ده إجراء طبيعي في ظل الإجراءات اللي اتخذت يعني إحنا أخذنا إجراءات زي هد كده أخذناه فطبيعي مش هنتكلم بقى في تعقيمه الكلام ده لأنه ده أصلا مفروض حاجة مفروض منها بالزبط كده وبعدين الجدول الماتشاط يعني هيبقى عندنا تكدس شوية علشان بكرة البنات والولاد الجدول هيبدأ الماتشاط أول ماتش 12 الظهر لغاية آخر ماتش 8 ونص فسيبين فراغات ما بين الماتشاط للتهوية والتعقيم والكلام ده فالي دي حاجة طب وبتهالي كله بكرة إن شاء الله يعني ما يحدش يروح الملعب إلا ما يكون يتعملوا مسحة يا كابتن آه كله هتعملوا مسحة وهتطلع محدش هتحرك قبل النتيجة المسحة طب يا كابتن يعني هيلحقوا في وقت ده المرد في وقت ست ساعت هتطلع المسحة إن شاء الله طب قل يا كابتن بردو أحداك عندك خلفية مثلا فرقتنا هناك عامت مسحيتها ولا لسا لا لسا إن شاء الله بس هو آخر حاجة توصدنا لها إن النهاردة إن شاء الله وما كان عندهم تمرين والنهاردة إن شاء الله أعتقد إن النهاردة إن شاء الله هيتعملهم مسحة ونتيجتها تطلع بكرة إن شاء الله وربنا يعني بكلهم سلام إن شاء الله نتمنى دلك طب خلينا يا كابتن أسأل أحداك سؤال شوية يمكن نادي الأهلي هو اللي طالب من بداية وهو مش طالب بس ده هو كان بيعمل مسحات أوريدي اللعبته وكان بيتطمل بشكل وكان بيبعد ويجنب أي حد فيه مجرد شك شك مش مش تأكيد شك بتهيألي بعد القرار ده المتضرر هو اللي مش هيبقى ملتزم من الأول لأنا هذوقات عارفين عندنا آخر update للعبتنا عنهم إيه إنما بتهيألي فيه فرقة تانية مش عارفة مجهول لسا الموضوع شايف يعني الرؤية اللي أنا شايفة دي صح ولا مختلق رؤية تانية كابتن لا الرؤية صح طبعا سليمة لأن برضو أنا اللي عايز أقوله إن الرياضة مش مكسب بس بطولة لا الرياضة يعني عشان العوامل اللي كلها تساعد على إحراز البطولة لو أنا مش نفسيا يعني زي ما كابتن علي بتقول إن البنات أو اللولاد كان عليهم برضو طغط أنا عندي لا ما عنديش ده مصاب طب أنا عدت جنبه أنا مش فبرضو دي هتبقى تدي عملية ارتياح الارتياح ده هتدي إنتاج في الملعب سواء للبنات أو للولاد وهيبعد من الزهن هتشتيتها اللي هي كانت بعيد عن التركيز اللي هو رايح عشان واللوقتي إحنا كأهلي بنلعب على بطولتين خلاص إحنا في الدور النهائي فمش محتاجة أي حاجة تخرج البنات أو الولاد عن تركيزهم في الفترة دي أعتقد دي هتمثل فوق السبعين في المية من الارتياح الزهني بالنسبة للبنات صحيح طب كابتن علي أنا بتوقع مفاجئات يعني أنا معلش من المسحة دي أنا يعني شايف بس ربنا ما يجيبه لا معقولة طبيعي إحنا ما واشتوا أنت بتعمل مسحة فيعني وكمان في فرق أصلا ما عملتش مسحة بلها كتير يمكننا دي احنا قلنا بيعمل مسحة بريوديك وبيبقى شايف الدنيا ماشية زي ففيه أندية برضو من الأطراف الأخرى ما فيش بس أنا متوقع أن أنا هسمع أرقام يعني ممكن تبقى كبيرة أنت شايفة نفس رؤية بتاعتي ولا تتمني عاكس زي والله يعني نفسي أبقى متفاعلة نفسي أتفاعل بس ربنا يستر يعني أنت عندك النهار ده فرقة اليوبلس فيه أربع لعبات فعلا أه أربع لعبات مهمين أه مهمين جدا وهيليوبلس ماتشو هيبدأ دلوقتي مع نادي الجزيرة والأربع تم استبعادهم فعلا الأربع مستبعادين بس مين اللي عمل المسحة هما السبورتين اه اليوبلس 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 بالزبط يعني هما اللي عمل واكتشفوا أربع عزلوهم ولعبهم من جدهم بالزبط بالزبط ده من أصل كامل أصل 14 يعني هل بنتكلم في نسبة دخل على 30% ويوم الماتش يعني ماتش النهار ده على طول فتبقى أنت بتأكد كلامي اللي بكم بكرة بقى فيه مفجرة والله يا ربنا يستر بس أنا عايز أقول في حتة إن إحنا كنادي أهلي بالناشد إحنا بصار في النظر عن إيه اللي حصل لإن إحنا محطوطين في موقفين مختلفين في الولاد والبنات طب قلهم دي كده إن إحنا عندنا الولاد عندنا اتنين لعيبة طبعا كل لعيبة مهمة بس من الناس التقيلة يعني عمر الجندي وإهب وعبد الفضيل طبعا آه ثلاث لعيبة مش موجودين ربنا يعنيش فيهم يا رب ويعفي عن كل الناس آه وعندنا فرقة البنات بتلعب نهيي زي ما كنت تنسى العوائل بنلعب على البطولة فرقة سبورتنج الجهاز الفني كله كبس أنا عمره عشور كل جهاز الفني بس من فترة بس مش موجودين فاسمع لها يعني المطشي كان مفروض يتلاعب دلوقتي هتلاعب من غيره بلوس المحترفة بتاعت فرقة سبورتنج بلوس أسرار بلايميكر سبورتنج ومنتخب مصر أسرار مجد بالضبط فإحنا بنتكلم أننا عمتا لازم كانت تحصل المساحات بصرف النظر أن الأهلي كان هيلعب مطش دلوقتي من غير مين في سبورتنج أو أنا فهمت أصلي حكي تقولين أنا فهمت أصلي أصليك أنه هو إحنا في موقفين مختلفين السيدات يمكن المنافسين لينا كان عندهم إصابات أكتر بكورونا فكان الفرصنا أحسن وهذا طبيعي ما هو حتى في الكرة بيبعندك لعيبة مهمة بتسقط منك عشان كورونا بالضبط لعبنا من غيره بالضبط لعبنا من غيره بنتبقى متضررين وفي ثلاثة كمان لعبت المطش الأخير في أفريقيا من غيره فجأة عمر السلية وأنا عرفت أن مسحيتهم الحمد لله طلعت سلبية للوقت الحمد لله أفشا أو السلية وتقريبا حد تالت فأصدق أقول لحضيك أنه ده سعد سمير بيبقى بالنسبة لك بيديك أدفانتج العكس في الولاد العكس أنت عندك الإصابات عندك أنت مسترة وشد يعني زي ما بيقوله خط وزي ما تيجي على تيجي على وهو على فكرة كان كلام النادي الأهلي النادي أهلي عمره يا جماعة على فكرة بس عايز أقول حاجة عن النادي الأهلي إذا كان طلب قبل كده بمسحات وشفنا الموضوع اللي حصل والنادي الأهلي طالب إن الفرقة كلها تعمل مسحات والنادي الأهلي دائما أبدا ما طالبه مشروع إحنا خلينا نفكر كده مع بعض إمتى النادي الأهلي طلب مطلب مش في الصالح العال أو حس إن هو قد يميز على غيره نفس الكلام في ألعاب الصلاة ألعاب الصلاة النادي أهلي طلب إن يبقى فيه مسحات للفرقة الأخرى زي ما هو بيعمل مسحات أو بيتخذ الإبراط على نفسه دي ما زعلش حد ونزعله منا وقال لك إحنا بنهاجم وإحنا بنقول والله أبدا ومش الهدف المهاجمة إحنا في الهدف في الآخر إيه اللي حصل إحنا كنا بنقول يا جماعة لا بالعكس ما إحنا النهاردة طالعين نقول إن اتحاد السلة النهاردة مشكور على العامل ودكتور مجدى بفريخة بصراحة يعني النهاردة كان سباق من الاتحادات اللي سابقة وقالت لا أحنا عامل وأشدنا بيه وقلنا حاجة وأنا عايز أشيط برضو حتة التصعيد اللي هي أكتر من اللاعب هي كان المفروض من 18 و20 اللاعب بتصعد مرحلة واحدة بس مرحلة واحدة يعني ليال من 18 سنة ليال عبد الرجاء أولى ليال عشرين سنة فهو فتحها فدي برضو حاجة لصالح كرة السلة بس إحنا بزار في سنة بس دي حاجة لصالح دلوقتي بعد الموسم مبتدى مفيش غير القرار ده اللي أقدر بس إحنا برضو يعني إحنا عايزين حتة زيادة كده كابتل يعني حتة زيادة أقول لك عليها أنا تمنى أنها تحصل بس خلينا نقولها بعد الفصل أعزائي المشاهدين هنطلع لفصل سريع عشان أجل حضراتكم ونكمل ونناقش معاكم القضية الحقيقة اللي شغلة الوسطة العام من الصبح على طبعا ألعاب الصلاة وكورونا وده الأسف بأواقع عايشين ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد وبنكمل معاكم طبعا الأحداث اللي حصلت النهاردة بخصوص طبعا الصلاة المغطاة وألعابها وتأجيل بعض المغرات من كرة السلة بكرة وكمان الزام الاتحادات أو الزام الاتحاد السلة الزام الفرق كمان بالمساحات ولكن طبعا هاجي لك كابتن سلاوي احنا كنا قابل فاصل بنقول أثناء الفاصل احنا اتناقشنا في موضوع بس احنا كنا مع المشاهدين بس عايزة أربط المشاهدين حيثت ان احنا اتكلمنا ان فيه كله تمام المساحات اتعملت هيا واحنا كده ساتسفات جدا وناس مبسوطين وصعداء بهذا القرار احنا طبعا معانين في قرار تام ان احنا الاتحاد السلة كان خد قرار ان الفرقة يتم تأجيل المباراة لو فيه ستة مصابين بكورونا من الاصل الاربعتاشر ووش از رقم كبير واحنا اكتراحنا شوات اكتراحات انا اقول اكتراحي انا قلت لو بنزل العدد لاربعة على اساس ان من اربعتاشر هيتبقى عشر لعيبة يعني كل لعيب وليه اللي حتاتك قاو اه يعني عشر لعبين وخمسة في الملعب وخمسة بودرة انا اكتراحي وان شاء الله لو اتعملت المساحات مقبلك ممكن ما نحتاجش كمان لهذا بس كابتن علي اختلفت معايا لان انا عايزش مختلفة بقى اي طول لا بس الاول حضرتك قلت الخمسة على اساس ايه على اساس ال واحد من كل مركز بس انا كنت اللي انا يعني اللي انا بقوله ان احنا مش عارفين هو مين اللي هيعي ممكن يقول لاربعة بمركز واحد انا ممكن يعني ربنا يخص بيبوتات او كاترات او بلاي مقم انا ممكن يجيلي بعد الشر الخمس اصابات دي في فوزيشن واحد فانا عام فالرقم الرقم صعب ان حد يقدر يحط ايده عليه ممكن اقترح حاجة بعد ازنك انا يعني محايدة تلاتة يعني مش هناخد اربعة تلاتة تلاتة انت هيبقى عندك احداشر لعب من اصل القيمة بتاعتك موجودين يبقى ما اتأثرتش قوي لانت بتلعب اتناشر وممكن تصعد بقى بالقرار اللي خدوا اتحد السلال القرار جيد جدا 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 احنا نصعد واحد يسد هذا العجز انت كده عندك الاثناشر للدنيا مقضية انا رايك ده معرفش يعني تلاتة دي يعني معبول شوية بس ده يبقى فيه ريسك يا كابتن معلش حضراتكم تتفقوا معايا ممكن يطولي امد البطولة رايك يا كابتن علي ما هو طبعا هو بص هو كل حاجة فيها ريسك وكل القرارات يعني كل الكلام اللي احنا منقوله ده في الاخر هيبقى وجهات نظر صحيحة كلها يعني لان محدش انا بقوله حقيقة احنا كلنا كلمنا كلام صح معلش حشان انا سوا اخدأ درس اوكراني وانا جاي فالكلام عندي فيحنا قلنا تلات لا لا كنت بكلم بس واحد صاحبتي فسماعتني اوكراني كتير وانا جاي بسك لا يعني زفوتي فالتلات ارقام اللي احنا قلناهم او التلاتة اوشنز اللي احنا قلناهم هم التلاتة صح صح واللي اللي اتحادر باسكت قالوا برضو ليوم وجهت نظر فهي نقطة في كده مش هتعرف تحط ايدك على حاجة معينة في مين العدد بس هو خلينا نقول من القرارات اللي صح جدا اللي حصل لكلنا متفقين عليها هو تصعيد الولاد من 18 البنات من 18 الولاد من 20 سنة اتفتح فده فتح لك عمل لك ميزة طلع لك من الكورونا طلع لك ان انت بقى عندك ميزة انك انت اي حد الوقت هتطر يزوء الولاد الصغيرين اللي لازم ياخدوا فرصتهم في صحي طب كابت سلاوي اختلفت معك كابتان علي دلوقتي اقيت لك انه ممكن يجي بعد الشر الاربع اصابات دول يجي لك مركز واحد هتعمل ايه هسمع كلام علي دائما بص السيدات دائما السيدات دائما خلي بالحظ لك لان هم بيبقى عندهم رؤية على فكرة عندهم رؤية بتبقى والله التاقبة وفي التدبير والارقام والحاجات دي فاحنا احنا غلابة في الموضوع ده طب بيقول لي يا كابتان دلوقتي ايه احنا مثلا فرضا يعني يعني النشاط استقنف ميزانية ضخمة جدا على الاتحاد طبعا بس انا اعتقد ان التفكير الاتحاد الباسكت ومجلس ادارته والدكتور مجدي بصفته راجل يعني اكاديمي وراجل هو ومعه ثلاثة اربعة زي عبد المطلب والقوسي وارحاب الغنام ومحمد صلحي وعلى زهران لعيبة وفاهمين وكده اعتقد كان الصالح العام والمصلح العام والحفاظ على ولادهم اهم من الموضوع الماضي خلينا بس نوضع حاجة اللي معني بهذا الموضوع اكثر حاجة اتحاد السلة والطايرة واليد الطايرة قال لك انا واقف انا عفالة لغاية ما شوف الدنيا ايه ويحترم قراره اليد عنده كسر عالم فاريد النشاط واقف الباسكت بيشغل دلوقتي يبقى دول تلاتة اتحادات الكبارة اتحادات بقى التانية زي الجهود ومسلا انت كنت واحدة تتلعب في صلات بس الاعداد من تبقى زي ايه يبقى مين اكتر نادي عليه بالك دلوقتي او عليه ميزانية كبيرة هو الاتحاد لو قلنا يا كابتن المسحب كاب بألف مسحب بقى ربما بألف صح انت عندك 18 مسحة للنادي الواحد يبقى دي 18 الف في المسحة للنادي الواحد في اتنين دوري مرتبط كبار وصغرين 36 الف في نادي الواحد في 8 فرق نضرب 36 الف 288 الف 288 الف 288 الف غير الحكام غير الحكام وبعدين كمان في قرار في ساعة اتخذ ما شافش ما حسبش الحزبة ما قالش طب انا عندي طب انا هحط لا ده هو اخد القرار ما شافش اي حاجة حدث كمان ده كمان الزملاء بيبلغوني في الكنترول مش بس الحكام ده المنظومة اللي بتدير انت عندك موظفين الاتحاد ما لازم يتعاملو مسحة عندك اللي انت بتبعتهم الملعب ينظموا المباراة ما لازم يتعاملو عضاء الاتحاد نفسه انا جاي احضر مباراة لازم اعمل مسحة نفسي انا كا عضو اتحاد هروح انا مش عامل مسحة والناس كلها عاملة مسحة وانا عاديهم كلهم فهي الفكرة كلها ان الميزانية ضخمة جدا جدا الميزانية ضخمة وكل حد سريعة ما اختلفناش وكل حاجة الكلام اللي حضرانك بتقول عليه مصبوط بس انا في رأيي الشخصي ان هو في سرعة اتخاذ القرار ده لم ينظروا لناحية الملعي صحيح لان اتحاد البسكت من الاتحادات اللي بتصر دايما تصر على نجاح المسابقة هتفق معنا وهم حاجة عندها نجاح المسابقة خلينا طب نروح لكابتن سايد صابر رئيس جهاز النشي ماشئات يعني في الاسماعالية قولونا الاخبار كابتن سايد ازاي حضرتك مساء الخير يا كابتن عيسم مساء الخير عليكم على الكابتن سلعوي والكابتن عماد مراد لا يا كابتن علي اللي معنا النهاردة اه عالي يا حضرت سايد يا كابتن علي والله النهاردة تعدلت الماتشات بتاعة البنات لبكرة على اساس ان فيه الناس هتيجي متعمل مسحات لكل الفرق بعد شوية لكل فرق الناشئين والناشئاء المرتبط للصويرين والكبار وكلهم هتعملنهم مسحات النهاردة على اساس الانتظار نتيجتها بكرة قبل المباريات ما تتلعها طب كابتن يعني اللجنة اللي هتيجي تعمل المسحات هتيجي المكان اقامة اللاعبين واللعبات والناشئين والناشئات ولا هيتنقلوا يروحوا المكان يعملوا المسحات لا بصر احنا عادين هنا في الاسماعيلية معظم الفرق قاعدة في فندق وفرق الاتحاد السكنداري قاعدة في فندق تاني فعيبا فيه اعتقد هيجينا في الفندق احنا الفندق هنا قاعد اربع فرق من نادي الاهلي واربع فرق من نادي سبورتين وقاعد فرق سموحا للدرجة الاولى رجال وجايت دلوقتي فرق الشلس درجة اولى النساء ففيه تجمع خبير برضو اللجنة اللي جاية تعمل مسحات احنا اسمعنا انها جاية من اسكندرية كلام ده مظبوط ولا اللجنة هتبقى من اسماعيلية من المحل اقامة الفرق لا ما عنديش المعلومة دي المعلومة اللي تبلغنا بيها ان احنا من دلقات التنساء تمانية ونصف تسعة هنبتدي نعمل مسحات ويبقى الدور بالفرق اللي عندها ماتشات بوكة يعني مثلا اخر الدور هيتعامل اللي هو فرق البنات المرتبط طب كابتن قولي المرتبط المرتبط لعب النهاردة صح صح البنات لعب النهاردة كيس بو النهاردة يا كابتن اه الحمد لله احنا خدتنا الماتش الاولاني وبفادي سكور كوي سبعة وسبعين ستين اه الف مبروك يا كابتن اممكن ده يحط يريح الفرقة شوية كبيرة صح يا كابتن مظبوط ان شاء الله وان شاء الله برضو بكرة فرقة المرتبط اولاد برضو نحاول ناخد لعب الجين برضو علشان يبقى تلايب موصب الشلة لهم ان شاء الله اه بس عايز او اكد ان حداك ما يسك جهاز الناشئين والناشئات يعني حداك مسؤول على الاتنين يعني انت عندك اه يعني ما فيش يوم راح ازا ما بيقوله صح او لا وعنا عندنا كمان انك دكتور سامان نمر النهار بتاعي في القاهرة عنده بطولة الاربعتاشر سنة ولاد ومنات قاعد فيها في الحلوان طب يا كابتن هتتلاعب البطولة اصلي برضو اللي عايز سألك بطولة اربعتاشر سنة لا تلاعب في الحلوان هتتلاعب ولا لا اتلاعب اول ناشي النهاردة اخسبنا الجزيرة تحت اربعتاشر سنة على النساء وبكرا الولاد هيلعاب تتلاعب طب ومش محتاجين مساحات او حاجة الولاد ولا لا لا ما طلبوش بيه ما طلبوش مساحات طب مش هي بتلاعب في صالة مغطاة وممكن تبقى محتاج مساحات ولا ما ما فيش المساحات بالنسبة لهم لا لا هو التعليمات اللي تلاعب من الفريق اه بطلع ايضا للمرتبط بس طب كابتن قولي يعني طمننا برضو عن اللعيبة هناك الحالة يعني برضو بالنسبة لفرقة النادي لأهل الفريق الكبير والسيدات اكيد حضاك يعني معاهم بص احنا احنا الموقف بتاعنا في الرجال في عندنا ثلاث اصابات صعبة جدا كابتن عمر الجدي وكابتن عبد الفضيل وفي نفس الوقت برضو فرقة الانسات فيها ثلاث اصابات قوية جدا برضو منعهم انهم يشتركوا لغد جلوقتي غير الجهاز التدريبي بالكامل يعني كابتن عمر عشور وكابتن هايسم ومونيك اللي لعب المحترفة واصرار ماجد في سبورتنج الف السلام ورانيم ارجو ليه مشفقة جميعا ان شاء الله يا ربنا ربنا سهلة وكمل على خير ان شاء الله طب كابتن يعني برضو احنا بالنسبة لنا في الاهلي سواء كبار او ممكن اللعيبة اللي هما الفضيل وطبعا اهاب امين وعمر الجندي هل فيه احتمالات يعني يلحقه بيبقى برضو الحالة الصحية والبدنية بتبقى بينة بيقى فيه مؤشر حداك شايف ان ممكن المفروض اللي انا عرفته ان اهاب وعمر هيعملوا مسحة نرجو ان شاء الله انها تطلع سلبية ولو سلبية بيقى ممكن مثلا يلحقوش بكرة لكن المهم يلحقوه ماتش يوم الثلاثة ان شاء الله ياخدوا يومين اعدادهم كده اه لكن لسه لسه ما عرف لاش نتكتل مسحة اللي عملوا النعرض طب كابتن والبنات برضو الاخبار ايه يعني سيدات الكرة السلفية عندنا حد لا الحمد لله الموضوع مزبطوا الولاد واخدين جراءاتهم كويس قوي في تباعد وعلى طول لفسين الكمامات وفي التمرين كويسين الحمد لله ربنا يكرمهم كده ما تصدرش اي حلقة ان شاء الله وبنشكرك يا كابتن سيد عالتعليق المتميز يعني حددك يعني بصراحة اضافة قوية جدا وفي التعليق واحنا دايما شايفيناك يعني متقلق فبنشكرك على موجودك معنا يا كابتن ربنا يخليك انت كمان متقلق المكالمة دي من الاسماعيلية من يعني طبعا من مقر اقامة اللاعبين طب مننا يا كابتناء بشكل كبير على اللعيبة واللعبات يعني بتهيلي ان شاء الله يا ربنا توقع ان شاء الله بسم الله لا لا ان شاء الله بربنا ان شاء الله ما يبقاش فيه مفاجآت وكل ولادنا وبناتنا بسلام واحنا تمنى كده ان شاء الله وربنا يوفقهم ان شاء الله طب كابتن العالي يمكن فوز المرتبط النهاردة خاصة ان حديك طبعا ماسكة ناشئة 18 سنة فانت مش بعيدة عن السن ده بتهيلي المكسب ده حطينا يعني بشكل كبير في المقدمة انت محتاج لو كسبنا المرتبط مطشين نكسب مباراة مطش واحد كوء بالظبط شايفة كده ولا اه طبعا 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 احنا عندنا فرقة ال 16 فريق كويس جدا فيه عناصر كويسة جدا ما شاء الله وعندهم دلوقتي منتخب متاخد فيه عدد كبير من اللاعبات بتهيلي 8 أو 6 انا مش اه حاجة كده تمانية اه اه فهم وفريقنا احنا فريقتنا كويسة جدا وطبعا ما هو اسمه دوري مرتبط عشان كده عشان هو بالظبط هو بيدي الصغارين هم اللي دايما بيدولك دفعة اه في الكبار اه زي مبارح فرقة ال 16 ولاد صحيح ماتش سبورتينج مشي ايكوال لغاية الاخر ريح شوية بالظبط ريح الكبار بقى هم داخلين بيخليك معالكش بريشر خالص طب يا كابتن برضو النهاردة المرتبط او الناشئات كسبوا 77 ستين فرق كبير هل انتوا كجهاز او كم يعني مسؤولين عن اللعبة في قطاع الناشئات كنتوا شايفين الفرق ده بالمباراة ولا ده فرق مش طبيعي يعني انا ساعت اقول ايه احنا كسبنا 20 بنت بس ده مش الطبيعي ليه لا بسأل السؤال ده بشوف الماتش اللي جاي هل هيبقى الماتش اللي جاي رايح باتجاه سكور كبير ولا هو النتيجة دي الاول قبل ما اقول ان فرق السكور هو اصلا ان فرق 16 سنة يحط 80 و 77 بنت ده كتير جدا صحيح يعني ده سكور عالي جدا للبنات للسن ده في ماتش فاصلا 80 و 77 ده رقم كبير جدا ولأ هو ما يدلش ان الماتش الجاي الاهلي رايح يكسبوا ايزي جيم خالص لانه نفس اللي حصل مع 16 ولاد مع سبورتنج الماتش الاولاني خرج بفرق سكور مريح بالظبط امبارح بعد اكسترا تايم بنت فهو السن ده بزداد هو اصلا كورت السلة ما فيهاش ان انا كذبان فرق كذا وكذا والسن ده كمان اكتر بالظبط طب يعني كابت سلعوي حدتك طبعا نادين سلعوي احد نجمات الفريق الاول واللي اللي عمت في الدور الارميك وعملت حتى ارقامه وحصائيات جيدة اكيد انت قريب من الفرق اشاي في الدنيا ماشي ازاي يعني فراسنا لو الفرقتين كاملين لو الفرقتين كاملين فراسنا ايه اه لا انا عايز اقول برضو ان النادي الاهلي السناء دي عملت دعمات قوية جدا جدا من ضمنهم نادين لكن نادي الاهلي جاب محترفة على مستوى علي جدا اه جبنا لا اه نوها شتا من نادي هليوبلس جبنا فريدة واقل من احسن اه قطر اه الاجناح اللي موجودة ده نهائي بطولة المنطقة يا كابتن طبعا زعناها احسن الاجناح اللي موجودة في مصر وسلوى هرون من نادي الزهور وعملوا تدق ومية حلوة كانت الصفقة اللي هي الاخيرة بس اسمعت ان مية مصابة مصابة بس هي عنصر خبرة وهتفيد النادي طبعا مية عندها ايه عندها جزع في الرباط الصليبي جزع اه طب بس فتاخد وقتها يا كابتن لا لا ان شاء الله وانا انا اعرفه ان اخر حاجة اتقلت ليها في خلال من اسبوع لعشرة ايام ان شاء الله هترجع هترجع لانها في ماتش سموحها تخبط التقريمة خبطة شديدة شوية الكادمة شديدة شوية الف سلام عليها فرقبتها ويرمت تقريبا وعملت الفحصات وكل الكلام عملت فحصاتها وعملت رنين على رقبتها فتلا في حاجة بسيطة يعني محتاجة بس يا طبعا كات ويرمت من نتيجة الكادمة فانا شايف ان برضو نادي سبورتنج مباراة مس سهلة برضو نادي سبورتنج لو كامل هتبقى مباراة مين في نادي سبورتنج تعمله حسابك من لعبات اللاعب الامريكية اللي عنده برضو لعبة كويسة مش سيئة لدرجة اللي هي كويسة كويسة جدا كمان كتبتلعب السلفات مع اليوبلس في لعبة مع اليوبلس احنا عندنا كايلة دي لا عندنا محترفتنا وحش ما شاء الله وحش ربنا احميها اه يعني حاجة ما شاء الله ارقام واحصائيات ربنا احميها مش عايزين نحسن وفي البنت هاجر اللي هي احسن تعتبر لعبة هاجر العامر اللي في سبورتنج اه احسن لعبة ارتكاز واخد احسن لعبة ارتكاز المسلم الماضي فانا شايف ان احنا خسرانين في البطولة بس حاجات بسيطة هي نور رح يتجل اه نور طبعا واحد السيارة اللي عملتها طبعا نور ركيزة من ركائز طبعا فائدة البنات زائد مية حلوة في المباراة دي لكن بالنسبة لموضوع ندين بقى فهي مجح سؤولة المسؤولة عنها كنت بستقوله هي كنت بتسأله عن ندين هي كنت بتسأله عن ندين هي كنت بتسألني انا اكتر منه شوائح لا 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 طبعا ندين من اكتر الناس من وحنا حتى بنلعب كانت بننزل نتمرم مع بعض الصبح لوحدنا برا التمرين خالص وحتى هي كان جاي لها فرصة قبل كمان لما تسافر كان جاي لها عرض سنة قبل اللي هي سافرت فيها وكان انكل سبعي مش عايز يصفرها يعني هو السبب واتكلمنا معايا وكده في النلاق يعني انا قلت لها انت لازم تغذي الخطوة دي بالزبط وهي فعلا بجمعات الامريكا عملت ارقام بصراحة راح جامعة كبيرة راح جامعة كبيرة طبعا وعلى فكرة بس في معلومة سريعة عشان الناس متخيلة ان الديفجن ليه علاقة بالبوسكت الديفجن 1 ومن 2 ملهمش علاقة في امريكا بالبوسكت وهم ليهم علاقة بالإدوكيشن انما البوسكت ديفجن 1 و2 اقوية جدا زي بعض فعشان الناس بس بتتخيل موضوع الديفجن ده ليه علاقة بالتعليم اتبعا لتصنيفها الأكاديمي بالزبط كده وليس التصنيف الرياضي بالزبط هما الاتنين نفس القوة بالزبط طب يعني نادين برضو لما لجت عرضت لإصابة صغيرة ورجعت برضو كملت انت شايف الموضوع ازاي ده لا لا هو تمام هو طبيعي ان هي نادين كان جالها زي شوك 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 في الرجبة يعني شوك بقى من كل حاجة من الاتموسفير لان زي ما حيك عارف الإصابة مش لازم تيجي علشان أنا الإصابة ممكن تيجي نفسية أو منتلي أو كده صح صح فهي كانت إصابة وهي ما قاعدتش فيها كتير بس هي الصحة اللي حصل إن هي استنت لما تبقى فولي ريكاورت علشان تبدأ تحطرق بها في الملعب تاني عشان الموضوع ما يتكررش فالموضوع كان بسيط يعني الحمد لله طب انتي برضو نفس السؤال كابتن سلعوي يمكن أنا بس عايزة ديف إن السورية برضو تعتبر من الأوراق الرابعة بالنسبة للمدد أهلي بالنسبة للنادي المصر كلها كبير يعني بصراحة صفقة من ساعة ما جاءت من نادي السيد زائد طبعاً فين جوم عندنا في النادي وفي ناشئين أكتر واحدة معرفة بهم كابتن علي يعني عندنا ناشئين واخدين مراكز من أحسن خمسة في أفريقيا على مستوى البطولات واخدين كبوس هاللي هدافة واللي صنع الألعاب يعني عندنا بنات لو يعني خدوا فرشتك تفرج الأولى إن شاء الله تفرج على حاجة تانية طب يعني برضو نفس السؤال بالنسبة لسبورتين أكيد في مفاتيح لاب أكيد برضو انتقال هالا شعراوي من نادي الأهلي نادي سبورتين طبعاً أكيد برضو إداهم قوة انت شايف نادي سبورتينج يعني أهم العلاصر اللي فيه اللي ممكن تبقى مؤثرة جداً في مباراتنا معه هو طبعاً حيات كنت الأول بتسأل على الفرص هي متكافئة جداً ولو إن أنا مثلاً ميلت شوية ناحية الأهلي شوية بس طبعاً سبورتينج فيهم هالا شعراوي مشيت من هالا أنا بشوفها لعيبة عندها ميزة بتعمل ديفانس وريباوند تحت البوسكت جمدة جداً فدي حاجة مش موجودة في ناس كتير فاحنا طبعاً هالا منار كانت عمدنا في الأهلي من أسرع اللعيبة في مصر بقيت موجودة في سبورتينج دلوقتي مع هاجر عامر طبعاً نجمة ووغد أحسن لعيبة في الدوري اللي فات مع أسرار أسرار ما يجد بلاي ميكر منتخب بالزبط كده مع مو ومو يعني بالزبط تيجي أحسن أنا مشايفة أن هي أحسن تاني محترفة موجودة أو موجودة دلوقتي أوجات مصر أصلاً يعني إحنا كان معنا في كيلسي ودلوقتي كايلة أحسن لكتير مش كده؟ كايلة دلوقتي كايلة أحسن ومو كويسة جداً يعني مو برضو أرقامها على فكرة قريبة يعني مو حتى في ماتش اليوكس الأخير مسجلة 41 بوينس برضو رنجاها بالزبط فالموضوع إيكوال جداً اللي خلينا نروح بس ناحية الأهلي سنة بقول كده إن إحنا عندنا خبرات في الأهلي وعندنا سرعة وعندنا طول وعندنا محترفة كويسة وعندنا ناشئين كويسين بالزبط وعندنا بنش كويس وأخذنا شوية من الخبرة اللي في نادي سبورتنج جات الأهلي اللي هي مية حلوة اللي تعتبر 50% بالزبط من خبرة سبورتنج بقت معنا في الأهلي مع ندين سورية فالموضوع وفريدة ونهى فالموضوع بس في الأخير خالص زي ما قلتلك في الأخير خالص إحنا خمسة بيلعبوا قصات خمسة صحيح بس عايز أقول قبل ما نسى عشان إحنا نسينا أنا وكابتن عليها نسينا رانا نبيل رانا نبيل من أحسن صناع الألعاب اللي كانت في فرقة سبورتنج وجات الأهلي السنين ما شاء الله عندنا حلول طب خلينا بقى نتنقل الرجال يا كابتن ونتكلم عن الرجال كمان ومباراة بكرة ولكن خلينا طلع الفاصل أعزائي المشاهدين ونجعل نكمل حوارنا أكيد عن قرة السلة وبكرة منافسات كثير بكرة عندنا مطشين وهنقول لكم مطشين هيبقوا الساعة كام وهيتزاعة كام وهيبقى الوضع بالظبط أهلا بحضراتكم من جديد يمكن ما تابعناش من أول حلقة هنلخصوا الدنيا احنا طبعا كان النهاردة في مباراة لكرة السلة سيدات الأهلي وسبورتنج نهائي جولة الأولى نهائي دور المرتبط لأنه الجولة الأولى ليه لأنه بيتلاقي على مطشين على يومين كبار ومرتبط في يوم وبعدها بيومين كبار ومرتبط وملخص المطشين ونتاج اليومين أنا آسف بيطلع بطل المرتبط النهاردة كان عندنا الجولة الأولى للمرتبط بتاع السيدات المطش طبعا يتأجل بقى بكرة طيب بالنسبة للمواعيد مطش السيدات بكرة هيبقى الساعة خمسة وبالمناسبة احنا ان شاء الله هنزيق بكرة والستوديو التحليل هيكون الساعة أربعة في مطش السيدات تاني بكرر يتأجل من النهاردة بقى بكرة الأهل وسبورتين طب ليه بكرة لغاية ما نعمل مساحات وحكي لكم قصة بسرعة بستأزم ديوفه طبعا حكي لكم قصة بسرعة اللي ما شافناش من أول الحلقة أو من أول استوديو عندنا المباراة التانية الرجال نادي الأهل ونادي الاتحاد السكنداري هتتلاقى بساعة تمانية ونص بكرة في الاسمعلي هنطلع خمسة ونص هنطلع خمسة استوديو تحليل خمسة مطش السيدات هنرجع من مطش السيدات استوديو أربعة الاستوديو أربعة المطش خمسة يخلص مباراة السيدات نطلع على استوديو الرجال مطش الرجال بعد كده نتعلق على مطش الرجال ونشوف الناحية الفنية ده بالنسبة اليوم بكرة وبعد كده اليوم اللي بعده هيبقى يوم الاتنين السيدات هتلعب السيدات هتلعب مش هتاخد أجازة يعني السيدات كل اللي حصل انهم هتأجروا من بكرة من النهاردة البكرة وما فيش يوم راحة في النص هيلعبوا المطشين واربعة الرجال هيلعبوا بكرة ان شاء الله اللي هو الحد ويلعبوا المباراة التانية أو الجولة التانية يجبروا صغرين يوم التلاتة كل ده طبعا بالمساحات اللي هيعملها اتحاد السلة خليدي بس أوضح لكم حاجة ان احنا الصبح قمنا على بيان اللجنة المنبية بيشدد وبيمنع اقامة اي بطولات بدون عمل الابراءات الاحترازية وطلع ايضا بيان من الوزارة اكد نفس الكلام وقال انه ان احنا ملتزمين بنظام معين وكود معين خرج من وزارة الشباب ورياضة وتم التنصيق مع اللجنة المنبية فيه وكود يعني متشدد جدا في اقامة البطولات قصة البيان طالع بيخص البطولات اللي في الصلاة المغطاة الـ open area زي كرة القدم او خلافه ما دخلش في هذا البيان انه مكان عشان الصلاة المغطاة وطبعا تعرفين ان الصلاة المغطاة مكان مقفول والانتشار الفيراس ممكن يكون اسرع بعدين اتحاد الطائرة طلع بيان عمل الهولد لكل المسابقات لغاية يوم ستاشر واحد قال لك انا مش هلعب خالص بناء على بيان اللجنة المنبية مش هلعب خالص معلق كل المباراة سواء في ملعب او في صالة مغطاة لغاية يوم ستاشر وبعدين كده هرجع قايم الموقف تاني بعدين بشوية تلعب بيان الاتحاد السلة قال لك خلاص هعمل مساحات لمين للفرق المشاركة في الدورة الممتازة الف اللي هو اللي السا جاي والمرتبط رجال والسيدات والجولات اللي شغلة دلوقتي هيتعمل لها مساحات وخد قرار كمان انه فتح باب التصعيد من عشرين لتمنتاشر سنة ده باختصار اللي حصل النهاردة كله ارجع لضيوفي كابتن سلعاوي يمكن احنا كنا بنتكلم عن الرجال قبل قبل الفاصل قبل الفاصل قنا بنتكلم مع السيدات دلوقتي هنتكلم عن الرجال حظوصهم مباراة الاتحاد احنا عندنا مصابين يعني قيمني الموقف كده بالنسبة للرجال ايه كابتن سلعاوي انا طبعا شايف ان مباراة الرجال هي مباراة ليست سهلة على الاطلاق بالنسبة لنا وللاتحاد مش احنا بس لكن انا شايف ان احنا عملنا السنة دي تدعمات قوية جدا جدا بالنسبة للفريل الاول زي ما قلنا قبل كده ان في عمر الجندي وفي عمر طاري من احسن السبقات اتعملوا دي زائد وآيهاب امين دي زائد ايهاب امين كان السنة اللي قبل اه يعني كان اضافة قوية جدا زائد ان معاك اعتبر محترف من احسن المحترفين اللي هما موجودين في الدور المصري ودي لقطاتها كابتل من المطش الاهلي والزمالك اللي اتلاعب طبعا في صورة قناة سويس باسمالية المطش الاولان اللي احنا فوزنا به وكنا سعناها على قلات النادي الاهلي فعايز اقول المطش برضو اللي هيكون موفق هو اللي هيكسب المبارايتين المبارايتين عبارة عن نص اولان ونص تاني عايز انافس طويل جدا 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 ومش معنا ان ان انت كسبت مثلا المباراة ان التانية هتكون سهلة لا لكن اعتقد الارتحية اللي هديها المرتبط او ان شاء الله لو ان بدأ احنا كسبنا المباراة لأو المرتبط اعتقد ان المباراة في الملعب برضو يعني هما فريقهم كويس كمرتبط او الاتحاد فرقة كويسة كويسين واعتقد كمان ان ان ديتسك دريب سبع عامة في المراحل السنية اللي هي بستاشر وطمارتاشر عندهم نشيون عندهم نشيون او اسموها سبورتنج الاتحاد او نادر الاتحاد من الفرق اللي كانت متسيدة في الفترة طويلة سنة اللي فاتت كلها طبعا كل البطولات كل كده معهم برضو مدرب كابتن احمد مرعي على كفاءة عالية جدا جدا مدرب متاخد مارس وجهازه طبعا محترم جدا لكن احنا بنقول ان ان شاء الله امنا كبير النادي الاهلي حق الفوز ونكسب دور المرتبط ده لان احنا كنا اخدين الدور ده ده لس سنين وارا بعد قبل كده صحيح طبعا جماعة لو ان احنا كنا سجلنا مع كابتن احمد مرعي المباراة اللي فاتت لو تنقدر نعيد برضو التسجيل يا جماعة لو امكانية طبعا نتكلم زميلي في الكنترول لو نقدر نزيعه تانية اكيد هيبقى كويش لكن المباراة طبعا صعبة على الفرقتين والتوفيق هو اللي هيحسنها طب كابتن علي رأي حديدك لا انا ممكن اقول لحضرتك اللي كابتن مرعي قاله لان انا سمعته هو كابتن مرعي بمنتهى البساطة قال ان ربنا يشفي عمر ويهاب وعبد الفضيل انما فرقة الاهلي فريقية عمل له حساب جدا وان لما النجوم ما تكونش موجودة ده هيسبب له هو مشكلة اكتر لو النجوم دي موجودة ده اللي كابتن مرعي قاله لان انا حفزت كويس قوي اللي هو ايه بالزبط بالزبط اه هو قال كده اه انا لو هتكلم على موتش الاهلي والاتحاد لا استني كده طب بتسبب له مشكلة ازاي يعني برضو احنا انا يعني الاستاذ المشاهدين والضحي يعني لو النجوم ما لعبوش علشان الفرقة لما بيكونش فيها نجم بتبقى بتأدي احسن بالزبط والولاد الصغيرين زي ما احنا شفنا اه زهران لعب ازاي اه وليد وليد لعب ازاي اه عبد الناصر لعب ازاي الناس دي لما بودي لعب ازاي الناس الصغيرة لما بتنزل بتا بتا بيتا بيوا اولا مش معروف طريق لعبوهم بالنسبة للفرقة اللي اديه سانية بيبعندهم حماس زايد جدا فالموضوع مش اه فده اللي كابتن مرعي قاله انه كابتن مرعي الكلام ده كله. انما ماتش الاهلي هيبقى ماتش جامد. وقال كمان ان بصرف النظر انا كسبت او خسرت هو ماتش هيبقى جامد جدا. فهو محضر. بالزبط. وعامل. بالزبط. 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 انا كابتل من السنة اللي فاتت كل النهائيات كانت معانا. بالزبط. غير ان انت هتقابلهم في السوبر. اه هتقابلهم في السوبر كمان. بالزبط. يعني كل الماتشاط بقت اتحاد. يعني اصبح كتبين دلوقتي هم المسيطرين تقريبا على اللعبة بشكل. وعلى سبورتك بنات. وعلى سبورتك ملاتقة. طب خليني برضو نروح للمبارات تفصيل اكتر. يعني يمكن في نقطة قوة للاهلي. في نقطة قوة للاتحاد. خلينا اتكلم على الاتحاد اكتر. الاتحاد شايفة نقطة قوة وايها كتا? اا اول حاجة انه هم نفس الفرقة بنفس نفس 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 الجهاز ونفس اللعيبة مفيش المحترف اتغير. وكابتل مرعي من الناس اللي مش بيركز انه هيجي محترف يجيب سكور. يعني كابتل مرعي بيشوف انا فرقتي عندها ايه? اجيب ايه? اجيب واحد عامل ازاي? عشان يخش في الفرقة. فتغييرة المحترف بصرف النظر مين موجود مين مش موجود في فرقة الاتحاد. الموضوع. كلام حضرت كابتل الاتحاد ما عملش ولا صفقة السناء دي باستثناء المحترف. بالزبط. لا في صفقة عملها. ايه? اه معتز. معتز اه بس في يناير. يعني هو مضى ووقع وكل حاجة. والولد ده من نشيء. ده من ابني الاتحاد اصلا ما اجابش حد من المرعة. لا لا لا. زي ما هما. زي ما هما. زي ما هما. فهو ده وده بيفرق جدا ان اللعيبة خلاص بقى. انا بالزبط كده انا حفظت حفظت مين عايز الكرة ازاي بانهي طريقة مين امتى هيشوت مين امتى اديله في الكريتكل مين 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 كل الفرقة تحطت فيها. فدي اه شوية عاملة سبات لله. يعني ارسل حديك ان رقم واحد السبات في تشكيل ده مدي اولوية كبيرة للاتحاد انه او مدي له قوة كبيرة انه عنده سبات في تشكيل. مدي له قوة. حافظوا بعض خلاص. بزرق. 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 كجهاز فاني وكالعديد. طب رأي حددك من ناحية الفنية كمان. ايه اه ايه اللي بيماز نادي الاتحاد. هل مسلا. لا في الناحية الفنية بقى انا 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 من بقالي فترة مستنية ماتش الاتحاد والاهلي ده لاني همخرج فيه على بسكت من اتنين من اكيد مش انا اللي هتكلم على كابتن اشرف توفيق او كابتن احمد مارعي. انما الماتش بيبقى فيه بسكت وبقى فيه مخ وخطط وديفنس. هتشوف الطرق الدفاعية. بالضبط الاهلي لو تفرقت في الماتشات اللي فاتت ازا كان الاهلي اول اتحاد فالاتنين الطرق الدفاعية بتاعتهم. فجأة بتلاقي حصل ضغطة خطيرة. فالموضوع ده يعني الاتحاد الطرق الدفاعية بتاعته بتختلف. كابتن مارعي. امتى هنزل تلاتة عنده اللي احنا كنا بنقوله فرقة البنات. عنده خبرة وعنده صغيرين في السن. الناس بتنزل تضغط. انا هلعب دولة وميدو وفودة ومؤمن. انا هنزل هأصل ما لعب الناس تضغط لي. لا. هنزل دلوقتي ناس كبيرة. اه. عنده عناصر لقدر اعمل بها. بالضبط. بالضبط. طب خليني اقول لحضرتك يعني في نقطة مهمة وبالتالي دي حسمت اكتر من لقاء السنة اللي فات. اسمايلا احمد لعب ارتكاز طبعا ولا لعب خبرة وعميد لعب مصر طبعا. اسمايلا احمد بيبقى بيج جاي او لعيب كبير تحت الحلقة ولكن هو مش بيج جاي. هو بيلعب برا. بالضبط. فانت بتطري تمسكه اللعيب طويل عندك. بيطلع برا باللعيب الطويل بيعمل هو عايزه بشوتة تابونت. يعني فيه مباراة الفاكر التانية جاب سبعة سيكوين. بالضبط. اه. من. من سبعة او تمانية حاجات. اه. حلها ايه. يعني انت هتعمل ايه ما انت مش هتعمل تمسكه واحد قصير. لا ما هو ده لانا كنت هقوله لحضرتك. لو احنا اتكلمنا على كافة الاتحاد وان كابتن مرعي بيعمل كزا 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 فانت قصوده الناحية التانية كابتن اشرف هتلاقيه مقطع والجهاز اللي معاه مقطعين ومحللين وما بيناموش. يعني كابتن احمد الجرحي وكابتن سيد معاه بيجاهزين جدا للكلام ده وعارفين كويس اوي ايه هيحصل امتى فانهي وقت. فقصة ان سومعة يمسكه حد طويل او يمسكه حد قصير دي هيبقى حسب مين الخمسة اللي في الملعب الموجودين. او انت اه انت اه اسمعيل اصلة. هو سومعة من الناس انت لو ديت له حد قصير هينزل ياخده تحت اله. طلعت له حد كبير هيتلعش او هيلعب بيه ويوصل. فطبعا النوع ده اصلا من اللعيبة طبعا بيبقى. وعشان كده هو اسمعيل احمد. عشان كده هو اسمعيل احمد. هنشوف بقى هتلوقف ازاي اللي بيوفق في الماتش بيكون هو. بس اعتقد ان الاتنين مدربين سواء اشرف توفيق او مرعي حفزوا بعض بقى خلاص. وصلوا لدرجة الحفز خطط لعب كل حفزه. اشرفت فيه مدرب قدير ومدرب لخبراته وماسك منتحب مصر قبل كده. ويعني مدرب قدير يعني. ومرعي نفس الكلام برضه. لكن تحت سكنداري الميزة اللي فيه كتر الروتيشن في اللعبة. احمد مرعي من اسرع ما يتم يغير اللعب على طول. هالتغيير يعني. مخليش حد في ملعب كتير. مفيش حد كتير. بس ممكن اللعب اتقاير من الحاجة دي يا كتر. لا لا. هو متعود والنظامه محطوط من ساعة تما دخل نادي الاتحاد سكنداري او دخل نادي الجزيرة او دخل نادي سبورتنج. هو ده اسلوبي. ام. انه يغير ما يخليش لعيب اكتر من خمس ست دائم. اه ويغير. وبقى اللعيب خارج مبسوط ودخل مبسوط. مش عارفة نادي الموضوع ده مش اي لعيب. خلي بانك كبت العالي. لا لا. بس اقول لها حاجة. لما المدرب بيحط الرولز دي وتلاقيها متى ماشي على الكبير والمحترف قبل ما تيمشي على بقية الناس. فبقية الناس مش هينفعت الكلب. يعني اه. بيبقى عسل انا اقول لك على حاجة يعني بسا في نجوم. انا عدت خمس ست دقائق. عدت خمس ست دقائق ما لحقتش ههدف. ما حطتش حاجة. ما ازا ما بيقوله ما ما مستش الكورة. طب هلاقي نفسي طالع. ما انا ممكن اطلع بقى متضايق. يعني برضو الموضوع صعب. عارفة السيطرة على اللعيبة بالحتة دي. حتى لو متفقينه وحطينه ولزو ماشي على كبير زغير. محتاجة قوة شخصية من المدرب. طبع. محتاجة حب من اللعيبة. عشان كده كابتون احمد برقة يمكن ده تفوقه الشديدين اللعيبة بتخذ منه. وبتحبه. معادلة صعبة. طبعا صعبة جدا جدا. يعني شعرة ما بينهم شعرة. شعرة بسيطة جدا بين الاتنين. بتدي مميزات اكتر من عيوبها. يعني مميزاتها انك انت بت انا المدرب صاحبي كل حاجة بس في الملعب هو مدرب وانا وانا لعيب. بس ده ده بالنسبة للعيب. بالنسبة بالنسبة للمدرب. بالنسبة للعيب لازم يكون مؤمن او اللعيبة كلها على هدف واحد. نحن هما بشتغل على كده. واعتقد انه هما دلوقتي خادوا الدورة العربية. وانا لذلك قلت لك مبارح في حدثنا في التحليل. وقلت لك ان احنا ان شاء الله كان نادي اهلي بعد التدعمات اللي حصلت دي. انا اعتقد ان احنا ان شاء الله بنبص الدورة العربية ونبص بطولة افريقيا. وده ده خط سر النادي الاهلي اللي مرسم له. ان شاء الله هيبدأ بالبطولة اللي جاي. نعم. بس خلينا اقول لك برضو يا كابتن علي. بطولة افريقيا لنادي الاهلي برضو. يعني احنا كنا خدناها 2016. ممكن ما تتلعبش يعني اصد اقول لك ان ممكن عشان كورونا او حاجة الاندية. او الاندية. ممكن ما تتلعبش. يعني احنا دخلنا هو الشاء السنادي 2018. 2020 اهو. 2016 خدناها. 17 عامات. 18 عامات. 19 عامات. عشين متعملتش. عشان كورونا. فانت ما تضمنهاش. ما تضمنهاش. بس دارة العربية اعتقد ان الاتحاد خدنا. برضو ممكن ما تتلعبش برضو. ايلا قطعتها كانت من ماتش سبورتنج. او انا يهيالي ان افريقيا هي اللي ممكن تتلعب اكتر ما العرب. لان افريقيا كورونا ده بالنسبة لهم مش حاجة. يعني حيك عارف احنا ويحنا مسافرين وطبعا وكابتن سلاء ويحنا مسافرين بنتطعم بتاع الست سنة بالزبط. كورونا دي حاجات بسيطة بالزبط يعني ما فيهاش مشكلة. بدليل ان هما جم بطولة 18 للتحاد المصري يعني. بس مش كلهم. بس جي ناس كانت بطولة فيها جامد جدا واتعملت. فان شاء الله ييجوا بالعكس. انا نفسي ييجوا لاني برضو عايز اقول لحضرتك حاجة. انا بدخل كتير اوي في الناس اتفرج على تمارين كابتن اشرف. تمارين قوية جدا ونجمدة جدا. ودفعوا للولاد بتاع العشرين سنة مخلي الناس الكبيرة في الفرقة بتتمرن. وبرضو انت لما بتتمرن ومعاك ولاد صغيرين ما شاء الله. بزبط. فالتمرين يعني الساعتين تمرين كلهم دب وكلهم برشير وكلهم باسكت وكلهم فكر. فبرضو الفرقة الاهلة يبقى شكلها مختلف تماما عن السنة اللي فاتت. يعني لان برضو كابتن اشرف توفيق من الناس اللي لقى بقى معاه الماتيريال في ايده. والسنة دي زي ما كابتن سلعوي قال ان احنا جيبنا صفقات. فبقى عنده في ايده الخامات اللي حيقدر يطلع فيها بقى خبرة السنين دي كلها. عشان كده بقوله حقيقة ماتش الاهل الاتحاد هيبقى بالنسبة لنا يعني حاجة فيها باسكت رهيب. اتفرج عليها حاجة بلا الناس تتفرج. واعتقد ان الولاد اللي تلعوا دولت ما كانوش يقدروا يطلعوا في قبل الصفقات دي. دولت تلعوا عشان في صفقات تقدر تشيلهم. اه يعني عاد صغير كده بيسلم جيل. ايوا. الولاد زغارين دولت لقوا حد يسندوا عليه لما تلعب. وذلك هشكلهم حلو وحنا اشدنا بيهم. صح. في هنا في فقرات الاهل. طب كابتن لو جي اللعيبة دي تتلع الدرجة الأولى خلاص يعني منهم عشرين سنة وبيطلعوا درجة أولى خلاص بحكم السن. اه. الوقت هيبقى عندي تخمة في اللعبين. يعني نفس اللي حصل مع الناء الطائرة. اه. محمد بسالحي واحنا بلو طبعا نتمنى الشفاء ليه. ونتمنى الشفاء لكل اللعبين الطائرة. عبد الله وصلاح بردو. عندهم اصابات يعني كورونا ضربت الفريق. صلاح خف طبعا احنا عرفنا. ولسه في بعض لا وفيه دولة وعبد العال وطبعا طبعا طبط محمد بسالح يميده. اه احنا نتمنى لهم كل الشفاء. ايه. كورونا ضربتهم بقوة يعني. اه هيبقى عندها تخمة في اللعبين اكت. هيتصرف ازاي النادي مع مع اللعبين دول. يعني طلع اللي معي لعيبة وعندي لعيبة نجوم في الفريق مش هادر امشيه. هيامل ايه? مفيش اللي هيطلع اعراض. طب. لازم. اعت الله اعراض في انت. يعني. لو وديه فرقة يبقى اقوى مني. لا. اللي اعراض تمالي انت انت اللي بتختار. انا اللي بختار. طبعا. انت تختار اتودي فيه. لا رغبة الاتنين اللاعب والمدرب. اه بس المدرب. المدرب بقدر يقنع اللعب. انه بودي حت. اصف انت اللي طالع اعراض عايز يرجع النادي. في يرجع النادي ان روح في فرقة يقدر يلعب فيها. زي اكبر مثلا. مودي مودي زغير. اه. ما روحش فرقة. اقعد. اقعد. فلا عايز اروح فرقة. زي مودي راح مصر للتأمين. ما بقاش يطلع الاربعين دي ام الملعب. فجاء لك مستوي. رجاء علينا. اه. فجاء لك ما شاء الله. واخد بالك زي. بعد الوقت ممكن يكون دي هو بليمكر مصر بعد كده. اه. الولاد الصغارين. الولاد الصغارين. اللي هيقدر يتمرن. ويثبت نفسه في خلال الموسم ده. ويقتنع بيدخل حسابات الجهاز الفني. هلقيه ليه مكان. طب كابتن هولا حداك حاجة سؤال. والاقوى هو اللي هيثبت وجوده. والتسجيل بالاقوى. طب. طب انا لو بعدت لعب من عندي اعارة. وجيت رجعت. ودي اعتبر صفقة من الصفقات ولا يعتبر بالصفقة. بص طالما ابنك ورجع او كده او. مش فهمني يا كابت. الاتحاد طلع طلع قرار انه انت لك صفقة واحدة لو اول الدوري. لك صفقتين لو تاني الدوري. لو تالت ورابع الدوري الليك مش عرفت لها الصفقة. هل لو انا جيت طلعت لعب من عندي. والموضوع ده لسه مبهم شوي. لو طلعت من عندي لعب وديته مثلا مصر التأمين. توديته الطيران وديته واتفر اي نادي محترم اخر. اه. جيت رجعه. ده يعتبر صفقة. انا ماضي مع الناديين. اه بيني وبينك. اه. نادي اكس ونادي واي. انا ماضي عقد برضو ما بيمدي مع النادي بعد كده. هو بيطلع السنة ويمدي مع النادي. تمام. اه. ده يعتبر صفقة محسوبة علي. ما افتكرش. ما اعتقدش. لا. لا. لانه هو بيكون ماضي يعني مثلا انا عشرين واحد وعشرين انا رايح الطيران. ببقى ماضي عشرين اتنين وعشرين انا في قيمة الاهلي. لا ده اقول لحضردك بقى. تتعمل ازاي. احنا هو يروح النادي بتاعه. يمضي معينا اربع سنين. وممكن يعني اه. ممكن اسجله عندي او مش اسجله. اوسق عقده وديله استغناء باعارة بسنة. سنة بسنة. يعني ما اقدر. يعني حضرك انا في انتبالي عقدين. لا ما هو عقدين كده. طبرا صفقة نديدة. اه طبرا. هل لو وايح للتحاد بقى ما دهل احنا عايزين نسأل. اكيد لسه بقى. يعني انه هو موضوع. يعني احنا تسمح ان اللاعب يطلع يسجل عندي. وبعد ما سجله. يبقى في قيمتي الاولى والتانية. ابعته عارة. بس يبقى يبقى بني بس بره. محتاجين. محتاجة. محتاجة دي برضو. لان دي ما واضحتش في القرارات الاخيرة بتاعت. او ممكن تكون موجودة بس احنا انا عنافش. ممكن تبقى تفسير. بس انا شايف ان هو الحفاظ على الولاد بالشكل. لازم. 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 وزلك انا اعتقد ان برضو لما حصلت في الفولي طلع اولاد من النادي. اه نهاردة في السنة دي فيه اربعة. يوسف مرجان ويوسف حمدي الصافي. وكان فيه. واعتقد بكلهم من ولاد النادي. وكلهم لعيبة. انتظروا مستقبل. صح. دي انا عايز اقول لحديك حاجة. في الطائرة عملوا حاجة كمان يا كبت. فيه اتنين بصيرة. من الاربع لطلعين. ودوا واحد في فرقة واحد ودوا فرقة عشان. يلعب. عشان الحتة اللي بوله عليك. لازم يلعب. لازم لو انا مش هود ايه? مش هود دفني يقعد. وبعدين اه خلاص. اه اه ايه. ما انا لو مش عايزه مشيه. صح. صحيح. لو انا. لكن اللي بيروح طلع اعارة ده. انه يبقى فيه عايز شوية. يعني يلعب شوية. ويستهلك شوية. ويستحمل ضغط المباريات. عايز يعني. ياخد خبرات. ياخد خبرات وتغزق خوية. يعشان يلعب. طبعا اللعبة فريد اول غير مراحل مشين خالص. دي مرحلة ودي مرحلة. خاصة يا كابتن وحضراتكم طبعا سيد العارفين. احنا بنصرف على ولادنا في النادي الاهل. مصاريف واعداد. ومش معقول ان اروح سايبوا كده بالسحل. طبعا. ويا ملعيبة راح. وخلي بالك ان برضو الاولاد اللي عندنا. يعني انا برضو عشان انا كنت متابع يعني. يعني زي مسلا محمد مصطفى راح هنا وده راح انا قد راح. الولاد المتربين في النادي. بينقلوا صقافة النادي للحدة اللي بيروحوها. يعني حتة. يعني انا بحبش اقصر. انا مش اقصر. فبتقى انت بس مش برضو انت بتدي اعارة. لأ انت برضو زي ما ابنك بستفيد هناك ان انت مضي لها. انت بتفيد الفرقة برضو. انك انت ايه. انك انت بتزرع في الفرقة دي بيبقى عندهم حتة ان انا مش اقصر. حتة لا انا انت مائل الفرقة اللي انا فيها موجود. يعني فهي. طبعا اكيد وبيستفاد باللاقب كويس هو كان عمرو ما يجيبه. طب اعزائي المشاهدين هطلع للفاصل سريع وهنرجع لكمل كلامنا طبعا. عن القرارات والامور اللي اتخدت. وكمان الموقف آآ بكرا ايه. واعيدة على حضراتكم ان شاء الله بكرا يكون نزامنا ايه ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بحب اوضح كمان يعني ما شفناش من اول الحلقة او لسه فتح التلفزيون دلوقتي. النهاردة كان مفروض نزيع مباراة الفاينال سبورتنج والاهلي او الاهلي وسبورتنج للسيدات اه في نهاء او الجولة الاولى في نهاء المرتبط. ولكن ما زعناش المباراة والمباراة تتأجل لبكرا. طب ده كان ليه كان النهاردة تحدي السلة طلع قرار بناء على بيان اللجنة الانبية المتوجه للاتحادات اللي بتلعب في صلاة مغطا. يعني اللجنة الانبية طلعت بيان النهاردة موجه للاتحادات اللي بتلعب في صلاة مغطاة. بيان لازم الالتزام بالايه بالاجراءات الاحترازية. نفس الكلام آآ وزارة الشباب اكدت هذا آآ اتحاد الطايرة دي طبعا بيان اللجنة الانبية اللي كنا آآ آآ قلنا نصه في في اول الحلقة بس طبعا آآ مفيش متسعة من الوقت ان انا عيده تاني. بعديه بشوية طلع بيان من وزارة الشباب والرياضة من لجنة الطبية في وزارة شباب الرياضة اكد على نفس الكلام. وطلع بعدها بيان للطايرة. قدامكم ده بيان للطايرة. اتحاد الطايرة واللجنة المؤقتة برئاسة الكابتن سامح حمدي. آآ فضل ان يوقف النشاط خالص لغد 16 واحد لعادة تقييم الموقف من جديد. طلع بعد كده اتحاد السلة. آآ بيان آآ وده طبعا قرار مجلس دارة اتحاد السلة نهاردة كانوا مجتمعين. وقالوا ان احنا هنعمل مساحات اللاعبين. وهنلتزم طبعا بالاجراءات دي. آآ واتأجل ماتشات السيدات لبكرة. لغاية ما المساحات تطلع ناتجتا. المساحات تطلع في ست ساعات. بالوقت جاري العمل على اخس او سحب العينات دي من آآ اللاعبين في مقر اقامتهم في آآ الاسماعيلية. تأجلنا الماتشات. طيب ماتشات بكرة شكرا ايه? ماتش السيدات بكرة ان شاء الله هيكون الساعة خمسة. هنطلع استوديو تحليل مع حضراتكم. الساعة على ستودي تحليل الرجال. ماتش الرجال ان شاء الله هيزعى الساعة تمانية ونص. وبعايا نطلع مع حضراتكم تانية عشان نحلل المباراة ونقوم توقعاتنا للجولة التانية. طب يوم لاتنين هيبقى النظام ايه? هتلعب السيدات بس. السيدات هتلعب حد واتنين. مفيش راحة. الراحة خلاص كانت بكرة وخدوها النهاردة. طيب. آآ الرجال هيلعبوا حد وتلات. فاحنا ان شاء الله المباراة دي كلها ان شاء الله هنكون معاكم. وهنزعب السودة تحليلي وتفصيل. وهنجيب لكم ارقام احصائيات لعبنا. ولو الانديات التانية برضو هنجيب احصائياتهم. هنحطكم في جو فني آآ جميل لخص كرة السلة. هنجد كل واحد حقه. نادي الاهلي هنا او شاش قناة نادي الاهلي بتشتغل بحلفية. آآ يعني كل فرقة او كل لعب حتى لو في نادي تاني ادى كويس او آآ او كان في حاجة كويسة لازم هنشيد بيها. احنا هنا عندنا منتهى الحيادية. هو ده نادي الاهلي. نادي الاهلي هو نادي كبير. ودايما نجمع آآ كل الامور الفنية دي حواليه بحيث انه دايما يكون حقاني في كل شيء. اجي كابتن سلعاوي. احنا كنا بنتكلم عن طبعا مباراة بكرة للرجال. عايز نظرة سريعة آآ لحضرتك. خلينا نتكلم عن اللعيبة بالاسم يعني. يمكن نمسك نادي الاتحاد باللعيبة بتاعته. آآ واهم العناصر لحدك شايف ان مهم جدا كابتن اشرف توفيه وقفها. ولو كابتن اشرف توفيق بحدك مكانه هتوقفها ازاي. انا عايز اقول لان طوى مية في المية كابتن اشرف. اه حفز مرعي ومرعي حفز اشرف. واللعيبة بقت محفوظة لبعض. واهه واعتقد ان اشرف مدرسة الدفاع. ومرعي مدرسة الدفاع. والاتنين دفاحهم ضاغط. وقلقى على مارسة يخص. عشرين واحد وعشرين. اه فتلاقي المبراء رأيبة جدا. زقت ان فيه ضغط قصبي طبعا. هيبقى ناحيتين. لكن زي ما كابتن عالي قالت ان في مفاتيح النادي الاتحاد سكندري في القوة الضربة الخارجية. عندهم مولاد زغارين. عندهم وميدوا. وعندهم مؤمن. وفودة. أربعة برا سراعة بيعمل بينهم. روتيشن على طول. وشوتر. الأجنحة عندهم في أحمد الصباغ. وفي شوشة. شوشة اليومين دولت. أعتقد ان هو في أحسن حالاته تقريبا. طبعا ده سنه اللي يدي فيه. وهو أصلا مكتهد. ولد يعني لعيب كويس. وخامة طيبة. وبيتمرن. أنا بيعجبني شخصي. وتحت لعيب الارتكاز عنده بسم الله ما شاء الله. عنده هيسام ورامي وإسماعيل. وعلي. وعلي. وعنده بيبو. وعنده أكتر من لاعب. أساسي في منتخب مصر. كابتن كان زمان يا كابتن بيقولولنا. زائل المحترف طبعا. احنا ما قلناه زائل ده مين سمعة. انا اقول لحدك احنا كنا زمان يتقلنا لو الاتحاد. زمان. ما عرفش احنا كانت نحن. لو قدرنا نوقف التلاتة بونت للاتحاد. انت بتخلي الاتحاد يخسر خمسين في المان بقودة. الكلام ده في الجيل ده مصبوط. لا انا اعتقد ان الاتحاد لو انت رجعت الموسم اللي فات. في ماتش واحد بس اللي حصل اللي بتقول عليه. اللي هو الماتش بتاع اسماعيل اللي حط حوالي تقريبا. ستة سبعة سريق باين. لكن بقى كان كله معظم من تحت البسكت او فس بيك. اه يعني الجيل ده مينطبقش عليها هزاك كلام من وجهة نظرك. عندهم حلول كتيرة. عندهم حلول. انا شايف فرت. بالرغم ان في ماتش اسماعيل كان حط تمن ثلاثات. يعني ماتش اللي فات الماتش التاني في البلاي اوفس كان حط تمن ثلاثات. انا اعتقد البسكت. ولا دي كان حالة كده. يعني برضه حتى فرت الاهلي برضه عندها الحلول. يعني عندها ناس بتشوت سلسيات. عندها ناس بتشوت موديم. عندها ناس بتجري على الفاص بريك. عندها ناس بتعمل ريباون. في ناس بتحط ضنقات من تحت البسكت. صحيح. دلوقتي. فالدنيا اختلف الطبعا. والقوة تساوت. طب الاتحاد تلعبو شهد الزون ولا مناح سنة كبتا. الاتحاد؟ اه. انا اعتقد لازم التنويع. تنويع. اه. وازم اضغط شوية وارجع. يعني لازم بقي في نوع من الضغط وعدم الارتاحية في الباص. وعدم الارتاحية في الشوت وعدم الارتاحية في كل حال. صحيح. انا اعتقد ده ما هيعمله هاشرة فيه وما هيعمله مرعي. طب هكبت العالية تتفق مع هكبت السلعان في الكلام ده على فكرة موكشن بارح بتاع سبورتينج. اللي طبعا من النادي الأهلي بارح في الفاس. وحنا زالنا على قناة الأهلي. تفضلي يا هكبت. اه هو اتفق ويعني فيه بس حتة كده انه هو اه حيك بتقول زمان كان الاتحاد قويته في سري بوينتز هو الناس كلها بتشوت في الاتحاد. يعني هي دي هي دي هتبقى شوية وعلشان كده احنا بنقول ان كابتن اشرف اكيد مجهز وان ما زي ما كانت سلعاني قال ما ينفعش بفير تياحية في اي حاجة. هو طبعا الماترشي خلص صفر صفر يعني هم هيلعبوا. بس اللي قصوده ان الديفانس لازم اللي يتلعب يتلعب صح. الديفانس لازم يتلعب يبقى فيه براشر وفيه ضغط جامد جدا لان عندنا فرقة الاتحاد السكندري اصلا بقى فيها مش عشان سومعة جاب في ماترش سبعة ثلاثات. هو عندك هيسم بقى بيشوت رامي بيشوت طوال كبير بيبو اللعيبة طوال بيشوت اصلا اكتر من الفرقة من الكاترات والمكاترات بتاعه. فهو الموضوع هيبقى. اكيد طبعا. يعني ما انا اضغط عليك وعندهم المهارات. يعني دولة يقدر يخش. فكله عنده الحلول نفس الكلام في الاهلي. انت عندك فرقة الاهلي. ابراهيم الجمال بيشوت مهيب احنا صفقة من نادي سبورتنج. مهيب اه شوتر. بلعيب فنان جدا يعني بيشوت وبيعرف يعمل اسست كويس وبيعرف يدخل كويس. عندنا ابو النصر. يعني عندنا الجمال ابراهيم الجمال ما شاء الله. وربنا يشفي الناس المصابة بقى عندنا زي ما كابت سلعوي قال عمر طارق تحت الباسكت. دنكات وقوة لا يستهم بها تحت الباسكت. فالموضوع بقى متساوي جدا من حيث الجهاز الفني. ومن حيث اللعيبة ومن حيث كل بوزيشن كل حتى لو احنا بضلنا نقلل الموضوع حتى البوزيشن بقتها اياها. صحيح. ففي تساوي. في برضو حاجة عشان بس كابتن سلعوي احنا مش عايزين نظلم ان احمد سلعوي طبعا ان هو مش موجود. في النقطة بالزيت. بالزبط في النقطة بالزيت بتاعت حيك اللي انت بتقولها على ان سمعة لعيب بيشوت او بينزل تحت الباسكت. احنا كان عندنا احمد بيحل المشكلة دي شوية. لان بالزبط. لان احمد سلعوي. ما فيش حد قادر يملى المتة دي لغاية دلوقتي بتاعت احمد السلعوي. بالزبط مع احترامية فرقة الاهلي كلها لان احمد لعيب طويل وخفيف. صحيح. فكان بيبقى عندنا نفس القصة دي هو بيمسك لنا الحد ده. حد ده. بالزبط كده. فطبعا ربنا يعني يشفيه ويرجع ان شاء الله مع الملاعب. ان شاء الله اقرب يا كبت الملاعب. اه ان شاء الله اقرب. هو كان رجع قبل الكاس ونزل اتمرنا حوالي اتبعيني وهم وبعد كده ورم التاني. لان كانت ساعتها الاجراءات اللي احترازيها انه كانوا بيتمرنوا في مدينة ناصر في الملاعب المفتوحة. فكان الارض شوية وقفة. ونزل لعب في اخر نهاء الكاس بس. ان شاء الله يرجع ويرجع حسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا خليك يعني بصراحة. والناد الاهلي مؤثرش يعني في حاجة. العمر ما يؤثر مع حدا يا كابتن طبعا. اتفضل يا كابتن عليهم. لا 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 اخوز انا اللي كنت عايز اقوله عشان هو كابتن سرعي بصراحة ظلمه. وتكلم عن الناس كله ومتكلمش على احمد. فيعني. طيب احنا فلغوني دلوقتي ان فريق الاول رجال لسه مخلص المسحة من سواني. خلاص سحبت المسحات كلها منهم. وكده هم جاهزين لتلقي كل اللعيبة. طب يا جماعة تأكدولي برضو عمر. لا دا تعملوها في البيت اعتقد. اعملوها. كمان اللعيبة المصابة عملت. تمام. زميلة طبعا في الكنترول بيبلغوني انه التلاتة المصابين بكرونا برضو تعملوهم مسحات دلوقتي. يعني كل الفرقة دلوقتي اتخذ لها المسحات يا كابتن. دا حاجة مباشية. ان شاء الله يعني بكرة الصبح اكيد هنقول لكم او قبل المباراة السيدات ان شاء الله احنا بنزعها او بيطلع الساعة 4 نبالكهم ان شاء الله النتيجة. عليش يا كابتن. شاء الله. لا 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 طبعا. احنا ديد اخطيئة كبيرة وتخطيئة حسرة وده بيبقى مهم ان احنا كالقناة الاهلي بقى معطمنا كل نفس. احنا عايزين بقى انا عايزة طمع على فرقة البنات بقى. شاء الله انا عارض. يعني دا هم ما تشاهد. دا هم ما تشاهد. لا احنا فيه يعني فيه يعني غرفة عمل شغالة. اه طبعا. او معلومة بتيجي بيبلغوني. طبعا. الاهلي فيها كابتن اشرف توفيق طبعا والجهازين نفس الكلام. والجهازين قريبين في السن من اللعيبة. اه وكابتن سيد مصطفى طبعا بيبقى لينك بالزبط. وبيبقى لينك وبعدين بياخد الامور بهدوء بالزبط كده. فالجهاز بالنسبة للعيبة الموضوع متكافئ جدا. جدا. اه فاحنا عندنا ناشئين وما شاء الله ما خافوش. يعني نزلو ان انت تاخد ناشئ تلعب وماتش زمالك كمان. وينزل كده ما يخافش ده ده حاجة. شوفنا محمود وليد. اه كل اللعيبة. خمسة ستار. خمسة ستار. خمسة ستار. صحيح. صحيح. عمر علاء زهران. عمر علاء زهران مبارح. عمر علاء زهران مبارح. وكان عندنا محمود وليد بدأ في ماتش الزمالك. يعني كابتن اشرف توفيه دايما بيحط حد صغير. في كل. علشان الصغير ده حيماتش الكلام اللي كابتن اشرف عايزه. والضغط واللعب والسرعة والجري والكلام ده اللي هيمشي اللي كان كابتن مارح يشغال به أصلا مع الولاد اللي هم عنده. بس الماتش. اعتقد ماتش الاتحاد ببعائز حسابات تانية غير حسابات ماتش الزمالك والماتش اللي قبل الزمالك. حسابات زي ايه؟ حسابات الفرقة اللي بتكسب هي أقل فرقة أخطاء. يعيني عليك يا كابتن سالعام. يعني هي أقل فرقة أخطاء. أقل فرقة أخطاء. وأكثرهم استحوازا على الكورة. سواء في الريبوند. أو في الكور المرتقل اللي هي الساكن بول. فأنا في رأيي الشخصي إن اللي هيقدر يسيطر على الحلقتين. هايبقى مسجل. بصة كابتن انت قلت الخلاصة. اللي هيبقى عنده كمان ثبات. صح. اللي هيبقى عنده ثبات. ثبات، أيوة كمان دي حتة ثبات الفعالية. انت ممكن يبقى متحايد وتجي في كرة في الآخر. يعني الانفعال أو السبات المفعالية عندك راح خسرة المباراة. والتوفيق طبعا. التوفيق طبعا عند ربنا. إذن بترنو ابرز. عندك رقم اثنين. الريبوند. احنا بنراجع مع اللعيب اه. بنراجع للوقت. عشان لما نجيب الستاتيستيكس. التيرنوفرز اللي هيكور المقطوعة طبعا والوكس والحاجات اللي هي بتبقى سيلي مستيكس دي في المباراة. والريباون. بتحسب كده. بتيجي تشوف الفرقة الفايزة والفرقة الخسرانة. هتلاقي الفرقة الفايزة هي اقل تيرنوفر. اه اكتر ريباون. بصح. هي دي الفرقة اللي بتبقى كسبانا. صحيح. على حلقتين. يعني سواء عندها. هي دي بتحسب كده. الباسكت بتحسب كده. لان الريباون ده انت جدت كورة وراح تقامل هجمة. مش هتقامل هجمة. من غير ما تجيب كورة. صحيح. وبعدين ده ما بتعمل يعني جود ديفينس. بديك بيقوله ايزي لياب. طبعا كابتنا اللحظت حاجة برضو. الاتحاد مش كل الكوباء البيت جايز ههم اللي بيجيبوا ريكام. يعني شوفنا الحصائط القديمة. التلاتة برامترز اللي بره. عشان بيجيزوا. الطوال بيحجيزوا اللي بيجيبوا الزهائي القصيرين. هو. يعني موضوع صعب. هو. 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 هو بالزبط. هو. اصلا هو دلوقتي بقى الريباوند. مش موضوع ان حد طويل هو اللي يخش يجيب ريباوند. صحيح. في بوكسنج اوت. تحجيز. ده نمرة اثنين. في ناس بيبقى عندها فن. انها تلم الكورة تعمل متابعات او انها تلم الكورة. في ناس بالزبط. انت بتتوقع كورة لما تتشوق. واطلع امتى. فبتسبقها في المكان اللي الكورة رايحة فيه. فاوتوماتيك الكورة بتنزل بايدك. فالموضوع الريباوند ده انت ممكن تلاقي. طبعا. طبعا. ملوش علاقة بحد. ملوش علاقة بحد قصير او حد طويل. ممكن تطلع وينزل والكورة باي ده عنه. انا قصد اقول لها ده ان الاهلي صح. الاهلي عنده المهمة صعبة ان الخامسة بيجيب الريباوند. الخامسة يعني حتى سبورتين كان كده مبارح وشوفنا دخلوا مرة واتنين وتلاتة. فالمهمة صعبة ومحتاجين لعابة الاهلي يكونوا في تركيزهم في كم التركيزهم لان الريباوند يعني بموتش. طبعا. انا اعتقد ان هما يعني انا بقرب منهم اعتقد ان هما او الجهاز اعتقد ان هما مش هقبلوا موضوع الهزيمة. هزيمة صعبة جدا. ان شاء الله هنكسب. والتوفير من عند ربنا. والتوفير من عند ربنا. وهما تعبوا كجهاز وكلعيبة بصراحة بقالهم فترة حوالي ستة شهر امك او كده. فان شاء الله يتعوضوا خير باذن الله المسم ده. صحيح. طب خلينا برضو يعني نقول بالنسبة للسيدات برضو ورجع عليها بسرعة كده. احنا ولا الطارق برضو الغنام عامل اما ترجع للسيدات برضو عامل مجهود طار الغنام. طار الغنام طبعا. اه طبعا. وحلقة وصل جمدة جدا جدا. وحلل وقت كتير بالنسبة للحاجات صعبة كتير. ومتعاون جدا. ومحبوب. طبعا. اهم حاجة محبوب. اه. فهو الولد عايز يملى مكانه. صحيح. انا عجبني جدا بصراحة. مش متعايز لي بس هو عجبني. طرق ماشي كويس ربنا وفاقك. مجير اداري والحاجات دي كلها بتاعته والحاجات دي كلها هو مركز فيها كويس. طب كابتن علي عشان الوقت يعني دهمنا بشكل كبير. توقعاتك. بلاعدة معك بتخلص بصراحة. بلاعدة معك بتخلص بصراحة. بلاعدة معك بتخلص بصراحة يا كابتن حضرتك. كابتن عالية نجلة النجوم. اللي هي ما شاء الله يعني احنا كشف لي وتحليلي عندنا عنصر نسائي قوي في التحليل. قوي جدا. اه ده تحلل مشاطة الرجال بكل يعني حية جدا. ما شاء الله يعني. حلل اي حاجة. واحنا هنا مدربة منتخب مصر واحدة من احسن لعبات النادي. تربيتك يا عشان ولعبا كل شيء. وتربية. واحنا يعني ان شاء الله سابورتي لها جدا طب بسرعة عشان احنا ما عندناش وقت توقعات لحديك رجال وسيدات في كلمتين مين هيكسبوك لتوقعاتك ان شاء الله. اه بازن للأهل اللي تنين. ان شاء الله. ان شاء الله. لو في حاجة انت مش قادي تتوقعي وليه مش قادي. لا 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 ان شاء الله ان شاء الله الاهلين. كابتن سالعيو. انا رأيي ان المباراة برضو بعد المساحات ان شاء الله مش هتكون صعبة. وان برضو البنات عندهم عزيمة جمدة جدا. ان هما يحققوا بعد ما كسبوا الصبر السلفة ان حققه. ان شاء الله. امراكز كويسة. واعتقد يعني انه دي مقصرش للنسبة ليهم في اي بالنسبة ولا 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 بنات بصراحة. اه. الكابتر اوفكا ليه مجود جميل جدا في الموضة طبعا. اه. ورجل اه. ورجل متعاون جدا 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 مع المدرين الفنين ومع. اذا كان متعاون مع نحنك القناة كم. لا هو متعاون مع الناس كلها بصراحة. وانا في رأي انا عجبني جدا ان هو من احسن. ربنا وفاقه. ربنا وفاقه. يعني حداك نجم كبير وبشكرك شكرا جزيرة نورتين وشرفتيني النهاردة واستعد بكرة بإذن الله كابتن سلاحة. ان شاء الله بإذن الله. كابتن عالية بس نورتين وشرفتيني. انا بستعدي بلا. انا بستعدي بلا. ان شاء الله. احنا نبيت بقى. ولا كمان استعد. ان شاء الله. عزيز المشاهدين انتهى ستوديو الابطال. انتظرونا بكرة عندنا يوم كبير مع استوديو الابطال. واحداث ومبريات. وحاجات ان شاء الله شيقة. ودائما ابدا اعرفوا ان قناة النادي الاهلي. بتدور تبقى رقم واحد. وانها دايما تلبي رغبات جمهور النادي الاهلي. وكون مع ابطالنا. اه اه. في كل مكان. وهو ده اللي عايزه النادي الاهلي. واللي قناة النادي الاهلي خدت العهد ده عليها من يوم ما اتفتحت بشكلها الجديد. بشكر حضركم شكرا جزيلا. انتظرونا بكرة الساعة اربعة في استوديو تحليل مباراة السيدات. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.